مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم بعد فسخ عقده مع الريان القطري المغربي سفيان بوفال يعلن تعاقده رسميا مع نادي بلجيكي إدارة مارسيليا تفاجئ المغربي أنحي بقرار صادم مباشرة بعد التحاقه بمعسكر المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لا تنساش الدرجاء من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زار الجرس باشتوصلت تلول آخر الأخبار أعلن نادي سانجلواز البلجيكي عن تعاقده مع الدولي المغربي سفيان بوفال وذلك في صفقة تمتد لموسمين لتدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويأتي هذا الانتقال ليشكل بداية جديدة للعب المغربية الذي يبحث عن استعادة مستواها والتعلق مجددا في مشواره الكروية بعد تجربة لم تخلو من الصعوبات في قطر ولقد تم حسم صفقة انتقال سفيان بوفال إلى سانجلواز بنظام الانتقال الحر عقب فسخ عقده مع ناديه السابق أريان القطرية بالتراضي بين الطرفين واتات هذه الخطوة في وقت حاسم حيث يسحى بوفال إلى استعادة بريقه وإثبات قدراته في مسابقة الدورية البلجيكية بعد تجربة غير نجحة في الدورية القطرية ولم تكن تجربة بوفال مع نادي الريان كما كان يأمل وذلك بسبب سلسلة من الإصابات التي ألمت بها مما اثر بشكل كبير على أدائه وقدرته على المنافسة طوال الموسم الماضي حيث لم يتمكن بوفال من تحقيق الانسجام المطلوب مع فريقه القطرية إذ خضم مجموعه 339 دقيقة فقط من أصل ست مباريات في مختلف المنافسات خلال الموسم الماضي ولم يتمكن سوفيال بوفال من الاستفادة من فرصه في الدورية القطرية بسبب مشاكله الصحية التي حالت دون تحقيق الأداء الذي كان يأمل فيها فبوفال الذي بدأ مسيرته الاحترافية في الدورية الفرنسي مع نادي ليل ونادي أونجي قدم أداء اللفتن في الدورية الإنجليزية الممتازة مع سوث هامتون كما أظهر تألقه أيضا في الدورية الإسبانية مع سيل تافيكو وكل هذه التجارب السابقة كانت مؤشرا على إمكانياته الكبيرة مما يجعل انتقاله إلى سانجالواز خطوة مهمة لإعادة اكتشاف نفسها وتعتبر تجربة بوفال مع سانجالواز فرصة جديدة لإثبات قدراتها واستعادة مستوه المتميز فالنادي البلجيكي الذي يسعى لتعزيز تشكيلته والارتقاء بمستواه في المنافسات المقبلة سيستفيد بلا شك من خبرة بوفال ومهاراته الفنية التي يمتلكها في ذات الوقت سيعمل بوفال على بناء قاعدة قوية في الدورية البلجيكية لإسعادة الثقة بنفسها وتجديد مسيرته الاحترافية وبإمكان سوفيان بوفال أن يكون عنصرا حاسما في خطة سانجالواز للموسم الجديد وبإمكانه أيضا أن يقدم إضافات مميزة للفريق بفضل خبراته السابقة وتجاربه المتنوعة في الدوريات الأوروبية المختلفة وفيما يستعد سانجالواز لمواصلة مسيرته في الموسم الجديد يبقى أن نرى كيف سيستغل بوفال هذه الفرصة للعودة إلى التألق وتقديم مساويات عالية مع ناديه الجديد في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والدهشة قام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسية بإجراءات غير متوقعة تجاه لاعبه الدولي المغربي عز تن أونحي بعد التحاقه بمعسكر المنتخب الوطني المغربي فقد نشر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي تقريرا حول لعبيها الذين تم استدعاؤهم للإندمام إلى منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي لشهر شتنبر الحالي ولكن اللافت أن التقرير قد إستثنى بشكل ملحوظ اسم المغربي عز تن أونحي وتعتبر هذه الخطوة من أولمبيك مارسيليا مثيرة للاستفهام والقلق حيث يؤكس السبعاد اسم أونحي من التقرير نوعا من الإغفال غير الموتاد ففي حين أن التقرير تناول تفاصيل اللاعبين الآخرين الذين تم استدعاؤهم بما في ذلك بعض اللاعبين الذين يمثلون بلدانهم في التصفيات والمباريات الدولية فإن تجاهل ذكر أونحي قد يرمز إلى رسالة غير واضحة من إدارة النادي أو الإدارة الفنية وكان عز نونحي الذي سابق له أن قدم أداء متميزا مع منتخب بلاده في كأس العالم كان قد انضم إلى معسكر المنتخب المغربي استدادا لمبارتين هامتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 إذ أن المنتخب المغربي يستعد لمواجهة منتخبية الكابون والسوتو حيث يعتبر أونحي عنصرا مهما في خطة المدرب الوطني ولداركركي ويأتي الاستبعاد المفاجئ لإسم أونحي من تقرير نادي مارسيليا في وقت حسس خاصة أنه يتزامن مع شائعات التي تشير إلى أن اللاعب قد يكون قريبا من مغادرة الفريق الفرنسي إذ يذكر أن التقرير الأخير تؤكد أن المدرب لتالي ديزربي قد وضع أونحي خارج حساباتها مما يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب في النادي الفرنسي وتعد هذه الخطوة بمثابة إشارة إلى التوترات التي قد تكون موجودة بين أونحي وناديه الفرنسي خاصة في ذلك الأخبار المتدولة عن اقتراب انتقال اللاعب المغربي إلى نادي ناخر وفي سياق التطورات الأخيرة يبدو أن أولابيك مارسيليا يسعى لفتح المجال لإجراءات انتقالية مهتملة مما قد يفسر السبعاد اسم أونحي من التقرير بشكل غير معتاد وبينما يتعامل أونحي مع هذه الوضعية غير المألوفة في ناديها يركز اللاعب على تقديم أفضل أداء ممكن مع منتخب بلادها في تصفية القدم آملا أن يسهم تألقه مع منتخب بلادها في إيجاد نادي آخر يقدر ما يقدمه اللاعب وفي ذات الوقت يترقب عشاق كرة القدم من متابعين وإعلاميين أي تطورات قد تترأ على مستقبل أونحي مع أولابيك مارسيليا وما إذا كان سيبقى في صفوف النادي أم سيخطو نحو وجهة جديدة في مسارته الاحترافية هذا وتستمر الأحاديث حول موقف عز أونحي من نادي أولابيك مارسيليا في إجعل النقاشات بين المتابعين والمحللين الرياضيين إذ يثير هذا الوضع تساولات حول العلاقة بين اللاعب والنادي فضلا عن تأثيره على مستقبل أونحي الاحترافي وفي الوقت الذي يشهد فيه أونحي هذا التحول المفاجئة في مسارته يبقى من المهم متابعة الطورات موقفه وكيفية تأثيره على أدائه مع المنتخب المغربية وعلى علاقته مع ناديها وقد تكون هذه الخطوة من مارسيليا جزءا من استراتيجية أوسع نطاق تتعلق بإعادة هيكلة الفريق أو تعديل تشكيلها استعداد للموسم الجديد وقد يعكس للسبح دغير المؤتاد لأونحي من تقرير اللاعبين الدوليين يعكس نية النادي في تركيز جهود على اللاعبين الذين سيبقون ضمن الفريق في المستقبل القريب أو قد يكون إشارة إلى تغييرات كبيرة في السوق الصيفية وفي الوقت نفسه يبدو أن عز الأونحي يدرك تماما التحديات التي تواجهه ويستعد للتعامل معها بكل احترافية فمشاركته مع المنتخب المغربي في التصفيات الحالية ستوفر له منصة لإثبات قدراتها وقد تكون فرصة لإظهار مستواه العالي الذي يجدب الانتباه من الأندية الأخرى كما أن الأداء المتميز مع المنتخب قد يساهم في تعزيز فرصه للانتقال إلى نادي جديد يقدر مهاراتها ويمنحه فرصة لتعلقه ترجمة نانسي قنقر